وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمتنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 7 أطنان وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط حوالي 611 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و191 قضية خبز غير مطابق المواصفات أما في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتدول القمح المحلي تم ضبط ثماني قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 42 طن أقماح محلية قالت وزارة الداخلية أنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه على عبد الفتاح والتي تثبت عدم صحة للدعاء بإضرابه عن الطعام وكذا عدم صحة للدعاء بعدم استماح له بدخول الكتب لمحباسه